مع بزوغ خيوط الفجر الأولى انطلقت هذه المناطد نحو السماء حامل تنمئات السياح الذين جاءوا من مختلف أسقاع الأرض ليشاركوا ضمن فعاليات مهرجان المناطد في مدينة كابادوكيا التركية في نسخته الرابعة المهرجان حمل شعار طريق الثقافة ليكون عنوانا لرحلة ثقافية فنية وسياحية في آن واحد محطته الأولى كابادوكيا المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو ومنها إلى إحدى عشرة مدينة أخرى منها إسطنبول واتشاناككالي وأنطاليا ننظم مهرجاناتنا هذا العام برعاية وزارة السياحة والثقافة هذا المهرجان ينظم في منطقتين في شهير وجوراما باعتباره مهرجاناً للمناطد ومهرجاناً ثقافياً نخطط إلى إطلاق ما يقرب من أربعين منطاداً إضافياً من أجل المهرجان بالإضافة إلى المناطد التجارية ما يزيد عن 160 منطاداً معظمها من تركيا بالإضافة لمناطد أوروبية وأسيوية لونت سماء المدينة ورسمت فيها لوحة خلابة تسحر الأنظار جئنا من جنوب إفريقيا واستمتعنا كثيراً بهذه التجربة نحن من إسبانيا ولأول مرة أركب المنطاد هنا في كابادوكيا إنها تجربة مثيرة جئت أنا وأختي من كازاخستان لنشارك في تجربة ركوب المنطاد إنها تجربة مثيرة حقاً اللفت في هذه الدورة أن ركوب المناطد مجاني ما يتيح لأكبر عدد من السياح الاستمتاع بالتجربة المثيرة دون أي تكاليف كما عززت الدولة عدد المناطد هذه السنة بتوفير مجموعة منها على ذمة السياح بالإضافة إلى فعاليات وأنشطة ثقافية مرتبطة بالمهرج عروض مسرحية وموسيقية ومسابقات في التصوير الفوتوغرافي تصل قيمتها إلى 156 ألف ليرة تركية في ختام فعاليات اليوم الأول لمهرجان المناطد في كابادوكيا استمتع الزوار بلوحة فنية حية استكشفوا عبرها المدينة من السماء وعاشوا تجربة فريدة في مهرجان يجمع بين الثقافة والفن والتراث إيمان العربي، تلت عربي، كابادوكيا